السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طبعا اول ما تشوفني كده واحد يقول لي يا صاح زهاب انت عند قناة انجليزية ايش دخلك في الدفاع عن نبي على السلام تخيل انا ان ابوك بتسبب ابوكها بتسبب هتعمل ايه لازم اترد فعبالك بالاحسن من ابوك واحسن من امك بيتسبب على الملأ فلازم كل واحد له دور في حياة في وظيفته في قناته في حياته عمومة لازم يرد لان انت لو دخلت الجنة هتكسف من النبي انه شفته بتسبب وانت عملتش حاجة فالان هجيبلكم ان شاء الله بإذن الله عز وجل هجيبلكم تلات اشياء مواقف للنبي تدول ان هو فعلا صاحب الرحمة واربع رؤى النبي جال فيهم وهجيلك هو جال ايه وعمل ايه معي عشان تعرف اديه هو رحيم وفي واحدة منهم يعني هتعرف هو عمل ايه ورؤية مع ابي كانت فيها بشارة حصلت بالفعل ورؤية جابوها في ازاعة القرآن الكريم في السعودية ليه ازاي واحد قصيس كان بتسبب النبي والنبي جاله وقال له ايه والنبي غير ازاي شوف النبي عما تفعل مع الناس اللي بتسبب وبيعمل ايه تبقى للنهاية هتشوف النهاردة حاجات اول مرة تسمحها النهاردة كلها اول مرة تسمحها في حياتك معادة الشيء الاخير اللي هي الرؤية اللي جابوها في ازاعة القرآن الكريمي وقولك بقى اسمع القرآن طيب اول شيء ازاي النبي اللي بيوصفوه ان هو قتال بيحصل مهاء الحاجات دي اسمعوا الان بقى طبعا النبي صلى الله عليه وسلم قبل ما اقول بقى الرؤى اللي هتخليك تنبهر يعني انه بعد الصيام لما فتح مكة وبعد ما قاذوه وعملوا معاه البدع عذاب وطهدوه فقال لهم ماذا تضمنون اني فاعهم بكم هو الان ممكن يعمل اللي عايز يعملوا معاهم ممكن يقتلهم قالوا له اخه كريم وابنه اخه كريم انا طبعا مش شيخ بس بحاول بقوله في قلب راح قال ليه مع الجملة معينة اخرها اذهبوا فانتم اطلقا فالنبي سامحهم ده يعني قلب يسامح الشيء التاني لما راح الطاقف محاب يبلغ الرسالة لزعماء الطاقف فصلت عليه امروه انه يخرج وصلت عليه اللي هم العبيد والسفهاء فميش يقربوا مطوب وضربوه في رجليه فالنزم منها الدم تخيل الاحسن من ابوك كان بيجروا وراه واكيد كان بيجر يعني لما يكون واجف يعني ورح اصابوه في رجليه ومن التعب اغمي عليه ووجد سقط على وجهه فصحي فلاق سيدنا جبريل واقف شوف رحمة سيدنا جبريل ساوي نايم كده فقال له بمعنى الكلام يعني طبعا انا تقول تعليقات تحت النص ايه بزبط بس قال له ان الله يأمرني لو اردت يا محمد ان اطبق عليهم الجبلين او السفلين احد يفتكر يعني لفعلت يعني اطبق عليهم ايه الجبلين او ايه او الاسفدين لفعلت يعني افخصهم بين الجبلين فالنبي فعز الدم منازل منه عز الدم منازل منه شوف انت لو tecn RI موتهم لا لعل الله يخرج من اصلابهم من يقول لا اله الا الله محمد رسول الله لا ميرفكم از الامل فعز الدم منازل عايزكم انتو تطلعوا لعل الله يخرج منه اصلابهم من يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. همه مش الدم اللي زمينه. همه انتم. اللي بعضكم سيب النبي على الصلاة متسب ومش عايز يعمل حل. فرهان يتكلم عن محمد صلاح. يتكلم كورة. يتكلم عن ممسرين. ده حصل كذا. ده حصل كذا. والنبي بيتسبق قدامك. مش مهم. أنا خاليني في الدنيا. طب والآخرة. مش مهم. لما أجي أموت بقى أبقى أقول لا إله الله. فكرة سهلة. الشيء الثالث. شوف الرحمة بتاعته. مرداش موقع الناس اللي بيقزوه. اللي يقول عليه أهل الصحر قتال. مع أن في كلمة واحدة انتهوا. الشيء الثالث. إن طبعا إحنا كمسلمين أو إنت لو حد جاه يهجوم عليك عايز موتك. لازم يدافع عن نفسك. مش تسكت واحدة هيكسر بيتك هياخد مراتك. فالكفار لما كانوا يهجوموا على المسلمين لازم يدافع. فكان النبي يقول لا تقتلوا في الحرب. حرب الدفاع. طفلا راضيعا أو شيخا كبير. طفلا راضيعا أو شيخا كبير. يعني كان هام في الحرب يوعى الطفلا الراضيع ولا الشيخ الكبير. هذا هو النبي. وما يفعلهم أناس باسم الإسلام. هذا الإسلام منهم بريء. اسم يا عباجة. شوف رحمة النبي. لما يجي. أنا طبعا الأسرار دي أنا مكنتش عايز أقولها. بس من باب وأما بنعمة ربك فحدف. النبي لما يجي لك دي نعمة. فلس انتحدث بها. طبعا أنا الرؤية هيجبه لك يعني مش بالترتيب. بس هيجبه لك الرحمن الأول تعال النبي. طبعا أنا زمان كنت طبعا يعني بحب النبي وبحب كل شيء في الإسلام. ولكن كانت كنت أحب ألعب بعد العشة كده بعد العشة يعني. ألعب بلاي ستيشن. اسمع بقى الرؤية بقى. واشوفوا ما يحصل بقى. ألعب بلاي ستيشن مع الناس جاريبة. مش قول منهم عشان ما أفضحهمش. لا لا أسطر بقى. فإيه اللي حصل. فكان الشيء ده أخذني من الذكر. لما تلعب مثلا علاية الفجر. من بعد العشة. شوف قدي ضعف. ما بتسكوش ربنا فيها. فانمت طبعا. بس قبل ما نام. لأني قعدت كزا يوم ألعب. عملت شيء حلو. مش أقوله طبعا شيء حلو عشان معخرش بالكلام. شيء حلو يعني عملته. فأنا طبعا في الرؤية شفت الاتنين اللي كنت بلعب معهم. كنت بلعب معهم برضو في الرؤية. ورح واحد قال لي النبي هيدخل الآن. فدخل النبي ورح خدني من إيدي كده. أنا بقول لك كده عشان تعرف قدي هو رحيم. بيحب الناس اللي بتحبه. أو بيحب نحن. سواء بنحبه ومنحبهوش. بيتمنى الخل على مين. وهذا كان طبعا كان خل الجبلين. طيب. فرح خدني من إيدي. وكان في واحد على زير. على زير. يعني معا صاقي يعني. فالنبي قال له أسكه أو أسكهي. بيقول أنا. فرح ملالي كده زي الكباية كده ملالي. وبيدهالي. قبل ما يدهالي أخدني منه النبي. ورح حبي يدوك طعمة إيه. فدك طعمة. هو عايز يعرف هتباحيل ولا إيه أو لا. المية. فرح زعل. ورح أقل للرجل ده. قال له أقل لك أن تعطيه شراب انتهورة. أقل لك أن تعطيه وأن تسقيه شراب انتهورة. ورح محيف وزعله النبي. فرح الراجل الصاحب العزير ده ابتسأ واقل لي شايف النبي بحبك إزاي. شايف النبي بعبك إزاي؟ شايف النبي بعبك إزاي؟ ليه بهات. لأن. فالحوض إن شاء الله في الحوض تبعا هناك من يسقيه سيدنا عمر. وهناك من يسقيه سيدنا ابو بكر. الحوض يوم الجامة. وهناك من يسقيه سيدنا محمد. وهناك من يرى الكعس يرتفع فيشرب فيقول من سقاني فيسمع الملائكة تقول وثقاهم ربهم شرابا طهورا ربنا اسجي الله اتمنى الله ان اكون انا بعمل كده والله ان اعرف كل اللي عملت في قناتي من تعليم للناس حاجة والفيديو ده حاجة تانية عند النبي على السلام ان تقبل الله العمل يعني ان شاء الله عز وجل دي الرؤية لوانية ان النبي بيحبك ان النبي عايز لك الخير مش عايز لك تلعب في الحياة انت عندك مسئولية الان مش حياة لعب ولا لهو الحياة اعمل بس اربطها بالاخرة اقول لك الرؤية التانية طيب الرؤية التانية اه عايزة تكرر في النص كنت انا في رمضان كنت باخد معا بقى انا احب التسجيل بقى احب التسجيلات الصوتية وكنت بقى فيش شيخ موحي انا اسمعلي ده شيخ موحي صوته حيو جدا انا سيب رابط قناته برضو في مربع الوصف ده بالناحية الدينية يعني ده عام القرآن الكريم كله او يعني هماشي فيه قرر بتخلص ان شاء الله فالشيخ موحي ده ده حبيبي يعني فكنت انا اسمعلي جدا فكنت انا ايه اه 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 اصلي اه اصلي ترويح معاه وكان بيت شوية بالصلي بجمع بعيد اروح اسجله وفي التهجد او اشيل معي العدة كانت زمن كانت عدة حديث تقيلة كده بالعجلة وارروح اسجله ففي احد الايام نمت ففي رمضان دي فشفت ان ابي عليه السلام جالس كده على نهر وعلى صخرة ومسك عصايا وبيحركها في الماء كده وزعلان وقدموها في عين وعلى حد يمفتكر وراح شفني ووزعلان بحرك العصايا وجنبيه وقعد على صخر وعلى النهر وجنبي صخر تانية على حد افتكر يعني وبحرك الماء كدهوت بالعصايا زعلان وراح لما شفني قال لي والله اني لاشتاك у اليكم والله إني لا أشتاقوا إليكم والله إني لا أشتاقوا إليكم يعني شوف النبي اشتياق رحمة حب عفو حنان حب العالمين هتعرف في نهاية القصة النهاية دي أو الرؤية النهاية هتعرف إزاي النبي قال للأسيس يعمل إيه وغير حيات القصيص اللي كان بيسب النبي هتعرف إيه حصل رؤية حقيقية حصلت الرؤية التالتة بها إني في أحد الأيام قلت لديش ده طبعا أحشفر خارص قلت لمراتي ما عندكش غير القانوات المفيدة لأفلام ولا مسلسلات ولا أي حاجة تانية غير أسر طفل مثلا عبادة ذكر أنا مسمحش ببيت أن يأتي في أفلام ومسلسلات والمسخرة التي تحصل واحد مش متجوز واحدة وبتاع تبقى معاه وكمان على السرير وتبقى إليه حبيبته أو أخته أو مراته وإنه مش مراته أصلا وليبس نفسك عليها أي واحد يرضى أي دين يرضى في هذا الكلام فطبعا كان فيه زعل في اليوم ده وعملت عاملة حلوة وكان نفسي أشوف أن يبعد السلام وعادت أبكي طبعا إن شاء الله بإذن الله نوع من القانوات دينية إن شاء الله عز وجل أقول فيها اللي في قلبي أنا مش شيخ ولكن أقول لي هات طبعا دي أحكي على هاد بعدين حصلت هتسمعوها هتستغربوا بسرعة حتى أرخز بسرعة فنمت طبعا كانت تصلي ربنا وكان نفسي أشوف أن يبعد السلام ودعيته بشيء عملته هتقول لك علي بعدين مش النهاردة هتستغربوا جدا إن أعملت كده بس عشان كله يعمل زي كده فكنت بوصدا نشوف أن يبعد السلام لأن يدعيته بحاجة تعابتني جدا وعملتها ودائما كلمة تدعي ربنا هيدعي بأفهم شيء عملته لأن الله يستحي إن الله يستحي بيستحي من الشخص أن عمل شيء وهو رب نازم يعمل شيء أحسن لأنه إله فنمت كنت واثق وشوف أن يبعد السلام مئة في المئة لأن عملت بشيت حوالي أربعة كيلو بعمل خير رايح حوالي أربعة كيلو جاي أقول لك عليها في كاسة ثانية عشان لا أخير فقمت من الحلم مشوفتش النبي وستغير وبعدها أنا أمشي أربعة كيلو في الخير وأرجع أربعة كيلو في الشمس وفي رقعا مشوفتش النبي نسمع النهاية فروحت المدرسة كنت في سعودية ساعتها رحت المدرسة وأعدت على المكتب تخلل ما أنت تقول مثلا أنت نفسك في عربية أبوك طبعا وأنت نفسك عليها نفسك عربية تشوفها أو تمتلكها فأبوك يقول لك شاهد المفتاح ده بتاعي ده هتقول لكم يكون بتاع متسكلي بتاع عجلة يا ابنو لكاس كويس أنت نفسك في إيه طب وصك في الشباك هتشوف عربية هتفرح بياخدك تدريجيا بياخدك تدريجيا هكذا الله عز وجل أني أنا لو قمت وشفت النبي بوشه اللي هقول لك عليه بعد شوية ده بملاقه كإني كده قدام الكامل كإنه واجه الواجه كده فأنا قاعد في المكتب طبعا أنت المدرسين في السعودية عارفين أو السعودين عارفين أن فيه غرفة المعلمين اسمها غرفة المعلمين فيها مكاتب كل مكتب المعلم لوحدي يعني يعني مع بعض لكن كل مكتبه خاص بي فأنا قاعد في المكتب جات لي للرؤية قدام عيني سبحان الله وكأن اختبار من الله الله أعلم هل همسك نفسي هل هديه بيديو من ده أنا زعلان هل هصعى من ربنا مفيش حدي هصعى من ربنا ربنا لدي حكمة يؤخر شيء عنك عشان تصبر وياخد أجر زيادة يجيب لك شيء برضو خير فأيه فشفت النبي على السلاب شفت الرؤية قدام عيني النبي ظهر لي بوشه حاجبه طويل وهنا سودا ووشه زي الأمر بالظبط ما عندهش دي اللي شيف النبي هيقول لنفس الكلام ده ما عندهش دي خالص ما عندهش دي هو مدور قمر بالظبط قمر بالظبط ورعبته رفاية وكأن مع فرج التشبيه عارفين الكورة اللي بتلعب في الزرعة دي ترموها كده بزرعة كده واتطير بقيت كده اتحط على حاجة رفاية كده نسيت اللعبة دي نسيت اللعبة دي فهي كان النبي رأى وش مدور كله ورأى رأى بطور رفاية جدا جميل جدا وخده جميل بس وقته شعره لان كان بالليل كان وشه زي الأمر بالظبط وكان اتنين من الصحابة جنبي السود الوجوه مش بان حاجة لانه هو نور النبي على الصلاة فنور يغطي على الصحابة اتنين من الصحابة ولكن لا ترى وشعره بالليل ليس حيبان فابتسام لي ابتسامها لم يقل حاجة غالص لم يقل لم يقل شيء لكن ابتسام ابتسامة اللي ابتسامة اللي انا شاهده بها انت لو ابتسامت اللي سأشعر انها ابتسام لي انما ابتسام لحس انه أعلى مني كيف ما اعرفش يعفو ده انا أشعر بعظمتي مع ان بعظم يعني حس ان انا عملتش حلو فالنبي يشكرني عليه لا ده هو ابتسام لي انا وشاف هو ان اعلى مني كيف ما اعرفش اعلى مني جدا ده بتحصلش دي اي حد يديك هدية يديك حاجة يبتسام لك بتحس انت انما النبي ابتسام لي وحس وعلى مني كتير ابتسامت وفيه عرف عليه هو الله ده رؤية الرؤية رابعة طبعا كنت بين الغفوة والنعاس وده قلتها واحد اسمه الشيخ عشق يارب يكون سابعا الان في السعودية كنت بين النوم يعني اليك والنوم فشفت اللبي يخطب قال وحبوبة قلية ده كلام ما تجلش في اي حديث يعني حبوبة قلية المعوزتين وحد ما افتكر عشان موجود اذا كان حي اصلا اذا كان اصلا اذا كان اصلا في الفاديو قال لي لم يارد عن النبي هذا الكلام ولكن انه يتقى ان تشوف النبي على السلام او تسمعه بيخطب ويقول كلام ده سمعته او الكلام صحيح يا النبي لان اي كلمة يقول عن النهاردة هتحسب بها فقال حبوبة علي المعوزتين وصورة يوسف احد شيء طيب ده العسل مع النبي لا يأتي النبي بشر لا يأتي النبي النبي خلق يا ربنا وما ارسلناك الا رحمة للعالمين وما ارسلناك الا رحمة اذهبوا فأنتم بالطرقاء رحمة لا يا الله لعل الله يخرج من اسلابه وما يقول لا يا الله رحمة يشرب المية قبل ما توصلي يشتمئن طعمها حلوة لا طهور ولا مش طهور رحمة ابوك تشوفها ترية على قلبك حنين على قلبك ولا نبي 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 رسول وما ارسلناك ربنا خلق الكون ده من حب النبي باب الجنة مكتوب عليها الله محمد صلى الله تعالى الشيء الاخير فيها بجعك الشيء الاخير هذا حصل فقلا النبي بشرها وما ارسلناك مبشر ونزيرة مبشر النبي مبشر وإذا كان النزير ينزلك من حاجة لكي تدخل الجنة يبقى عن شيء ثاني الشيء الحصل مع ابويا فعلا وهذا الفادي سيبقى ابويا انا مبارة جدا ابويا ام الحمد العز وجل سيبقى خلص بسرعة وابعت قبل منشور او يعني هشوف النظام ايه لان الوقت الوقت تأخر في الليل فصعب ان روح له الان فاللي حصل فابي كان مادم ابويا كان مادم على قرعة حج فكان على مستوى المينيا هم عايزين 8 او 9 او 1д على مستوى المينيا ده علم مستوى مدورة امن المينيا عايزين 9 او 8 الحد وعايزين برضو قرعة على مستوى المينيا بالعزل الفادي ام 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 كités صعبعا في صدر أسو من من هو ابويا رؤيا طبعاً أبويا رأيت رؤية قبل موضوع أن يختاروا الأرعة في أرعتين أرعة على مستوى المنية الاختيار يعني اللي يحجوا مين مين كلها وأرعة على مستوى التسع أشخاص دلغمت اللي على مستوى المدرية فكان نايم قبلها كده بفترة قبلها بأربع سنين خلي بالك قبل الأرعة دي شوفت خالق أربع سنين شوف الرؤية بقى لما تيجي بعد أربع سنين تتحقق فكان نايم فشاف نفسه في الكعبة يعني ووسط الصحابة عزين وما كانتش يعرف أن سيدنا عمر أقرع أصلع ما كانتش يعرف انا كنت عارف او كنت عارف بعديها بكلها بما كانتها بالضبط لان انا طبط بعد هذا فالذي حصل فقال لي بقى وقال لي الرؤية كلها باقوية فالكعبة والكعبة جنبي وصحابة عزين وفوسطهم سيدنا محمد كان نور بس ظهر له كان نور وقام سيدنا عمر وقال لي كان طويل وكان أصلع وقال وقال لي معرفش كان أصلع سيدنا ما كانتش يعرف قال يا رسول الله أعطيه شيئا يا رسول الله أعطيه شيئا أبويا سبب الحلم ده هي بشرة من الرسول على السلام ونام هو بعيط ان كان حاضر خطبة قال لي كده وعيطها عن نبع السلام فقال لي أعطيه شيئا يا رسول الله وقال لي بشرة لما ترتبط بالحلم بالرؤية دي رؤية مش حلم الحلم ده طبعا من الشيطان الرؤية بالواقع ركز معي فأعطيه شيئا يا رسول الله فرح أقرب النبي كنور عن طبعا هو من رعاني في كدرعاني حقا دي النبي يقول رعاني حقا ولكن شوف هو برضه نور برضه فرح أعطى لابويا ورقة المطبق أربع الطبقات فتح التطبيعه الاولى فاضية التطبيعة الثانية فاضية التطبيعة الثالثة فاضية التطبيعة الرابعة اللقم مكتب عليها لاَ يدل الله محمد خمس البي изменений مكتب عليها الله محمد نصو الله ما هذا يا عم ده؟ قال لي يا عم هاب درسية يا عم هاب و قلت له قال لي هذه أربع تطبقات يعني أربع سنين أربع سنين ياما أموت وكون بين الصحابة مع النبي أولا ستحدث شيء سأرى الكعبة لأن الكعبة مكتوب عليها إليها لم يحسو الله قال لي ياما كعبة يا عم هاب ياما سأرى الصحابة وكتبها في ورقة أه واستنى اليوم معود قبل أن يحدث اليوم معود كان مقدم على قرأة حج وكذلك الأرعة الأولينية التي هي المستوى المنية لم يأخذوش فيها أسف على المستوى المدرية لم يأخذوش فيها المدرية الأرعة تمانية بس يعني ممكن يطلع هنا وليس والأرعة التي هي المستوى هي الأحدة فأقول له أخي يبقى يبقى One يبقى أنت فيها تموت قال لي يا أخي ما تفوّلتش ياخي قال لي أنت متلقت وسط الثمانية والتسعة تطلع وسط الملايين؟ قال لي يا عم يا عب وتقول لي و هي كده فرح طبعا اليوم مبقود ام قالت له اوه يا رشوان تطلع قال لي بصي المكتوب مكتوب النهاردة يوم تحقق الرؤية بعدها بحثين بالضبط تعنيري النهاردة سيحدث لحاجة معرفش هي بس يحدث لحاجة النهاردة قال لي طب اقعد قال لي لا هموت هموت في بيتها هموت بره اطلع راجل يا صلاح فرح طبعا فرح طبعا وقف على نفسه وشغل القرآن ما خير بقعد لي فرح طبعا تطلع طبعا مين مين مين؟ قال لي مبروك يا حاك فتح الباب اسمك طلع وسط الناس اللي راحيني المقدرية ده والناس اللي راحيني تبع المينية كلها لكن كان عزيني واحد بس تتكلم ابويا شوف مبشرا ونزيرا النبي حتى في الرؤية صادق بعد دار بحثين بالزبط ابويا اختاروه وسط الملايين بسبب رؤية من النبي بشارة من النبي هذا هو النبي اللذين يسبونا وعلعنونا ويتهمون في ازواجه وصورو صوير لا يعلق بنبي اي نبي ان الانبياء كانوا حسن الوجوه كلبهم بيضاء هذا هو النبي لا تحكمها على فعال بشر بانها تمد الاسلام من تفجيرات او غيره الاسلام زي الماء البيضة طهور بسرعة الشيء الاخير بسرعة دي حصلت فعلا سمعتها في اذاعة القرآن الكريم كان يجيبوا برنامج رب وحد فكرنا من اهل سعودية كان يجيبوا برنامج الناس ان الاسلام قصة اسلام غرب اسلام كان في قصيس يكره النبي جدا وكان دايما يتكلم عن النبي كلامه وحش تشوف النبي عندما يتعامل مع الشخص الذي يسبوه ركز معه لكي انت متقداش بالسب مع الناس دي فالقصيس دوت كان دايما يسب النبي ويكره نبي عامل وكان دايما في كلامه جدا دايما يسب بالنبي فجاءه وناهم في أحد الأيام هل النبي يأتيه ويضربه؟ هل النبي يأتيه ويسبه؟ كما سب النبي جاءه النبي قال له يا إبراهيم يا إبراهيم هو اسمه مش اسمه إبراهيم فبس كده فقال له على معنى الكلام يعني قال له هناك جامع في أمريكا ووصف له أو جاف الرؤية أنه شاف الجامع ما كانوا فيهم بالضبط أو النبي وصفه له اذهب إليه فهناك أخوام يعني وجوههم بيضاء النور على وجههم فاتبعهم فهوه في الحلم القاسيس ده في الرؤية شاف الجامع وشاف أنه داخله كما ترر الرؤية يعني وشاف واحد هناك وسلم عليه معاه وصحي قام بسحة من الرؤية قال له بالله عليك أو قال له ما جاتش بالله عليك قال له ما أنت ما هذا النور أنا طبعا بقولها بتصرف عد ما أنا فكرها يعني قال له أنا نبي الأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبتسم وسابه ومشي وبتسم أو يعني قال له كلام حلو وسابه ومشي اذهب فمستناش لأنه شاف النبي حاجية وجهه وسبح الوجه نور طلع من وجه بيقول له حيات شو بقى يا ريت ماكرون ده يشوف النبي في الرؤية نتمنى الخير والله ما نتمنى شرر حد نتمنى حد شعر بكين يسلم في الآن يعني محدش يتوقع أن مايكل جاكسون يكون يسلم في صدر قبل ما يموت لما رحل أخول بحرين محدش يتمنى الخير أول لا تمنى الشر للناس يتمنى الخير كان سيد محمد ممكن يجيله في الرؤية ويرعبه سيد محمد لا دخلوا كده للنور فذهب إلى المكان إلى الجامع اللي وصفه النبي وويده نفس الراجل اللي شفه في الرؤية فطلق ودخله فباسه وقال ياهو مرحبا مرحبا بك يا إبراهيم قال ياهو انت عرفني قال لهم من جاءك في المنام صلى الله عليه وسلم فقال جاءني يعني الرؤية اللي جاء له فيها النبي للقصيص ده برضو الرؤية نفسها جاء له للشخص نفس ده يعني بيقول له فيها هتدخل عليه كاسم إبراهيم رحب به هذا هو النبي هذا هو النبي وأقول الحمد لله الحمد لله إن أنا عملت هذا الفيديو عشان كل ما عملت مع الناسكم والفيديو ده جاعتلي في الجبر إن تقبله الله وتمنى الله يتقبله لأن النبي يأتي لي في الرؤية وأسيبه هذه منتعة الخصة النبي اتعور عشان تطلع إنت تقول لي يا محمد لله النبي جضع حياته دي اتكسرت منه وتعب وعانى عشان إنت تطلع تشم الجنة وإنت في الأرض قبل ما تروحها في السماء لو اتبعت كلامه والله العظيم والله العظيم خدها مني أنا كنت عاصي زمان قبل التوبة لم أجد حلاوة في صدري إلا بعد التوبة تسمع أغاني تبع فرحان شوية تبع فرحان شوية ولكن بعدها صدرك ضيق تسمع قرآن ولو مصصعب اليوم إليم كله راحة نفسية تصلي وقته وانت هاضر ووقت بوقت تحسن ماشي صح لو كل واحد فيكم جرب ولو حتى أسبوع يصل لوقت ووقت حاضر حاضر في الجامعة يصل لفجر حاضر يشغل عيالك لتضع منك مش عارفين مين هو النبي قادرين يلعبه تشغل له مزاعة أخوان الكريم سيبها الشغل 24 ساعة هيتعلم حتى لو يذكره هيتسبع ويقوله هيتسكفوا في دينهم احنا قام بعدنا على الدين بسبب من السلسلات والأفلام والأغاني بعدنا وبيجينا نتكلم مين ده تجوز كام؟ ده عمل كام؟ وسيبيه النبي يتهان لازم يكون لك دور وأقول لك برضو الناس بتوع المغرب والبتوع جزائر عارفين فرنساوي يردوا عن الناس دي يدخلوا كدهوة المنتديات ويردوا لأن فيها حملة شرسعة وانت عندك لغة فرنساوي تكلم وتعلم انجليزي وتكلم وأقول لك أخر مفاجأ بقى بسرعة عشان تعرف أهمية الكلمة وقال له كلمة واحدة في أحد فيديوهاتي في الدرس الثاني مش قولي الدرسي عشان مباش تشير للفيديوهاتي يعني بس أحد فيديوهاتي قلت في نهايته كده قلت ان إحنا هدفنا نتعلم اللغة عشان ننشر الإسلام بين الناس بين الناس اللي مش عارفة في الغرب والله العظيم قسم يحسبنا على ربنا في واحد أتصار هي أتصار كان في مصر غني قال لي يا أهاب عجبني الحتة الأخيرة دي أنا قلت طب أنا عندي لغة طب مسافر ودعي الأجانب وبعدها فترة بعت لي رسالة برقم مش مصري قال لي يا أهاب أبشر أنا الآن في أندونيسيا وفي أسرة كاملة الآن أسلمت شوف عشان كده النبي عارف قال لك بلغه عني ولو آية كلمة فعل آية فأسلمت أسرة بسبب ان كلمة قلت يا أنا خدت نفس الأجر بتاعه شوف هو تسافر وتعب ودفع فلوس وراح للناس دي وقاعد يحاول وأنا قاعد مكاني حتى واناين خدت الأجر شوف يعني كنت مرضى في السعودية فأقول لي بسرعة بس كنت في السعودية ففي واحد قام كده في السعودية قاعد يقول يقول كلام بانجلاديش كده وهندي من أحد المفتكر يعني أنا مش أنا بقول ليه بس في رسول الله كده فكان في واحد قاعد مش قول جنسيته ايه يعني قال معنى الكلام يعني أنا ممكن أقول له لهجة بتاعته بس لان طبعا في الجامعة في كزا جنسية فقول له يا أخي انت مش همين منك حاجة يعني مش قول لهجته يعني فأقعد قال لا رسول الله قال قال كده بلغوا عني ولا وآية بلغوا عني ولا وآية شوف ربما كلمة تعوش عن واحد نرجو هنم وربما كلمة دخل واحد الجنة وربما كلمة تكون سبب ليك زي النهاردة ان شاء الله في تخول الجنة لا تسكت اسعى اكتف المتديات انشر اتعلم لغات سيد نحيلك لا تقصي احنا مش عايزين انجليزيا عشان تتجوز بوحدة جنبية ولا تاخد بيه الدنيا بس لا اخد دنيا بيه بس اعرف بيه اخرى انا ليه جاعد بشرح الانجليزيا للناس لان انا كنت مغني قبل انجليزيا كنت مغني وانشان اللي قلتين على الارفاديا بتاع اسكوتلند على الارفاديا بتاع اسكوتلند بث مباشر قلت لي بأعمل هذا وعجب بصوت جدا قلت لي ايه اللي استفدته والحمد الله ها انا ووقف الان جدامكم بقول لكم عن النبي على الصلاة فانت ما تقسم الكلمة من فأنا قلت لي اعمل ايه بتقدر تعمل انا يا عام دوري حاول ادخل اعملوا اعملوا صفحة على الفيسبوك اكتبوها ايه اللي رسول الله وانشوروا هنا وهنا اتكلم حتى لو عربي ادخل في تارجمه كده او خلوا واحد زميلك في تارجمه ويقولك وابعتوا اسعى ربما ساعة تدافق بيه على النبي تكون سبب ليك في دخول الجنة والله ايه يوم الكلامة النبي دفع عنك النبي لا ده كان سبب يوم ما تركان الناس كان هو يوم ما تركان الناس يلعبون يوالهون كان هو مدافع عني كيف يا الله تتركه يدخل النار يا الله ويا رب تشوفوني في الجنة يا رب يا رب تشوفوني في الجنة والنبي دفع عني عشان تقولوا الحمد للان تبعنا كلامك الحمد للان تبعنا كلامك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته